لماذا نصوم شهر الله؟ لماذا؟ لماذا؟ أو ما الحكمة من فرضية الصيام؟ لماذا؟ نصوم نعم الله يفتح عليك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ما الحكمة؟ قال لعلكم تتقون لأنك الآن عندما تصوم ما يرى أحد أحيانا عندما تدخل للبيت إلا الله فلا تأكل ولا تشغل ولا تأتي بي مفسدات السيامة تتقل لا تخاه من الله نعم هذا حكمة من الحكمة غير ما الحكمة؟ تعويد النفس على الصبر؟ تعويد النفس على الصبر تعويد نفسك أن تصبر وجاهد النفس والشيطان وعسنه يا هم الذين آمنوا صبروا وصابوا وراضوا والتقلال عليهم تفلحهم صبروا على ما؟ صبروا على ضاعة الله بأن يصوم وصبروا عن معساة لا يجتنم مفسدات السيامة وصبروا على أقدار لأن قدر الله عليكم في هذا البلاد أن تصوم كم ساعة؟ عشرين ساعة تقليل فهذا أمر كدر الله عليكم ماذا تصرع؟ تصبر ولا أقدر؟ طيب هذا الحكمة الثانية نعم الشعور أو الأحساس يا أخي مسلم الذي لا يجد قوة يأكل هذا الأحساس والأمة الإسلامية أمة واحدة تشعر بما عليه الفقير تمر عليه الساعات والدوال ولا يجد شيء لا طعام ولا شراب ولهذا تشرع الصدقة في رمضان وكذلك يجب على الصالح إخراج زكاة الفطر لإقناء الفقير على السؤال في يوم العيد نعم هذا الثالث من يذكر لي رأيكم؟ كذلك أن الآن الإنسان عندما يصوم فهو يتذكر نعمة الله عليه ليل نهاره يأكل ما شاء ما لذ وطا فهو يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى